اشتركوا في القناة والجنات هي المزارع العظيمة التي التف الشجر بعضها ببعضها الآخر بحيث أصبحت لا يرى بواطنها من ظواهرها فهؤلاء وعدهم الله بأن تكون لهم جنات الفردوس والفردوس المقام العالي ونزل أي مكانا مهيئا لنزولهم واستقرارهم ثم قال خالدين فيها أي سيستمرون في هذه الجنة لا يبغون عنها حولاء لا يريدون ولا يرغبون تحولا عن هذه الجنان ولا انتقالا منها إلى دار أخرى